موسيقى اوامر ملكية سعودية باعفاء وزير الحرس الوطني وتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد مركز للصم والبكم في سوريا يعيد الامل لعشرات الاطفال وفي المانيا فنان سوري يبهر الجمهور بلوحاته التشكيلية اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء السبت امرا ملكيا باعفاء وزير الحرس الوطني الامير متعب بن عبدالله وتعين الامير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني الى ذلك تم اعفاء الوزير عاد الفقيه وتعين محمد لتواجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط كما صدر امر ملكي بانهاء خدمة الفريق عبدالله السلطان قائد القوات البحرية وتعين الفريق فهد الغفال خلفا له شنت السلطات السعودية مساء السبت حملة اعتقالة للقبض على متهمين بالفساد المالي واستغلال السلطة في البلاد تزامنا مع اوامر ملكية اصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمكافحة الفساد وامر خادم الحرمين الشريفين بحسب بيان اوردته وكالة الانباء السعودية بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد وسوف تقوم اللجنة المشكلة بحصر المخالفات والجرائم والاشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام وبالتحقيق واصدار اوامر القبض والمنع من السفر واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة اكد الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد ابو ضبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ان دولة الامارات العربية المتحدة تقف بكل قوة وحسم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل التحديات التي تستهدف امنها وامن المنطقة واستقرارها واستنكر الشيخ محمد بن زايد باشد العبارات اطلاق الحوتيين وحلفائهم صاروخا باليستيا باتجاه شمال مدينة الرياض والذي تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضه بنجاح اعلن مصدر رسمي سعودي عن اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا قرب مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض اطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الاراضي اليمنية وفي ذات السياق حمل الرئيس الامريكي دونالد ترامب ايران مسؤولية الصواريخ التي يوجهها الحوثيون ضد السعودية وقال انه يعتبر ايران مذنبة بشن قصف صاروخي من اليمن باتجاه المملكة اعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته في كلمة متلفزة بسبب تدخلات ايران في لبنان والمنطقة وقال الحريري في الكلمة ان الاجواء السائدة في لبنان شبيهة بالوضع قبيل اغتيال رفيق الحريري معربا عن خشيته من التعرض للاغتيال وشدد على انه اينما حلت ايران يحل الخراب والفتن واكد رفضه استخدام سلاح حزب الله ضد اللبنانيين والسوريين ذكرت مصادر امنية الاحد ان خمسة جنود يمنيين قتلوا جراء انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف ادارة البحث الجنائي في عدن جنوب البلاد واضافت المصادر ان مقر البحث الجنائي الواقع في خور مكسر وسط عدن تعرض لهجوم مسلح عقب التفجير الانتحاري واشارت الى ان السيارة المفخخة انفجرت في مقدمة موكب مدير امن عدن العبيد شلال علي شائع اثناء دخوله مبنى ادارة البحث الجنائي مضيفة ان العميد نجى من الهجوم وذكرت المصادر ان الاشتباكات لا تزال مستمرة قرب المقر الامني فيما دفعت قوات الامن بتعزيزات الى الموقع في الشأن السوري قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان تنظيم داعش استهدف بسيارة مفخخة تجمعا لنازحين فارين من المعارك في محافظة دير الزور ما اسفر عن مقتل العشرات واصابة عشرات اخرين بجروح واشار المرصد الان النازحين كانوا فروا من المعارك المتفرقة التي تشهدها المحافظة ولجأوا لمنطقة صحراوية تسيطر عليها قوات سوريا ديمقراطية العراق اعلن العميد يحيى الازبيدي الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق ان القوات الامنية ستتوجه لاستعادة قضائر وناحية الرمانة اخر معاقر التنظيم في العراق ثم تبدأ عمليات تطهير المناطق الصحراوية في محافظة الانبار مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل نضال عمرية لكل بداية نهاية ولكل نهاية بداية حكاية لأول مرة منذ أعوام يقترب الجيش العراقي أكثر من أي وقت مضى من طي الصفحة الأخيرة لداعش في العراق معلنا انتهاء حصار طال أمده ومبشرا بانتهاء حقبة التنظيم وقائع ميدانية تؤكد أن الحرب على داعش دخلت منعطفا حادا وحاسما بعد وصولها إلى مناطق استراتيجية في وادي الفرات على الحدود السورية العراقية وهي مناطق شكلت شريانا ومتنفسا حيويا سنحت لمقاتليه بالتنقل الحر بين البلدين حسب تطورات المعارك ثلث مساحة العراق ومدن كبيرة في سوريا سنة 2014 كانت حصيلة الأراضي التي احتلها داعش وبعد طرده هذا العام المعقليه الرئيسين الموصل في العراق والرقة في سوريا تراجع إلى جيب صحراوي آخذ في الانكماش على جانبي حدود البلدين وينتهي به المطاف مطاردا في بلدات صغيرة ومناطق متفرقة في الصحراء تطورات المعركة خلال الأسبوع الأخير كانت لافتة وسريعة الحرب الضروس التي أطلقها الجيش العراقي ضد التنظيم آتت أكلها وأسهمت في طرده من أهم معاقله في العراق آخرها تحرير قضاء القائم ومعبر حصيب الحدود المتصل بمدينة بوكمال من الجهة السورية ذات الأهمية الاستراتيجية وبعد هذا التحرير اتجهت أنظار الجيش صوب قضاء راوى الذي يفصله عن القائم نهر الفرات واستهل عملياته بتحرير منطقة راوى القديمة في حين تنفذ القوات المشتركة عملية نوعية واسعة لتمشيط وتفتيش كافة المناطق في الأنظار باتجاه قضاء الرطبة الذي يضم المعبر الحدودية مع الأردن ومن الرطبة غصولا إلى حدود محافظة كربلاء التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أكد أن التنظيم دخل مرحلة لا عودة إذ يسوده حالة من التخبط والارتباك توالي الهزائم دفع مسلحه إلى الفرار إلى الصحراء والاختباء هناك في محاولة للتحول من جديد إلى جماعة متمردة اجتداد واتيرة المعارك في منطقة ودي الفرات الحدودية يعجل من تسارع انهيار التنظيم وقدرته العسكرية حلم ما يعرف بالدولة الكبرى في العراق والشام سقط على حدود الدولتين فأصبح على إثرها مقاتل التنظيم على طريق الحدود تحت أفق مسدود حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد من اليابان من أنه لا ينبغي لأي ديكتاتور أن يقلل من شأن الولايات المتحدة في إشارة ضمنية منه إلى زعيم كوريا الشمالية ووصل ترامب الأحد إلى اليابان المحطة الأولى من جولة له في آسيا يطغى عليها التهديد النووي الكوري الشمالي أعلن السياسي النمساوي البارس بيتر بيلتس استقالته من البرلمان ومن رئاسة الحزب الذي أسسه حديثا بعد اتهامة ضده بالتحرش الجنسي وجاء هذا الإعلام بعد أن وجهته صحيفة فالتير الأسبوعية بالدعاءة بالتحرش الجنسي أعلنت الحكومة الفيتنامية أن الإعصار دامري قتل ما لا يقل عن 19 شخصا في وسط فييتنام وجنوبها يوم السبت بعد اشتياحه البلاد وذلك قبل أيام فقط من بدء قمة زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أبك وقالت لجنة البحث والإنقاذ بفيتنام إن ما لا يقل عن 12 شخصا فقدوا كمنهار أكثر من 370 منزلا أهلا بكم من جديد روعة طفلة سورية من مدينة نوا في ريف درعة تعاني من عدم القدرة على الكلام منذ ولادتها الأمر الذي أثر سلبا في حياتها وتعاملها مع أسرتها وأقرانها من أطفال الحي حتى افتتح مركز ماسا للصم والبكرة فكان بارقة أمل استطاعت من خلاله روعة وعشرات الأطفال التغلب على مشكلتهم هذه التفاصيل في تقرير براء عمر ترتسم البسمة على وجه أبي روعة وتغمر الفرحة فؤاده في الوقت الذي تلفظ ابنته كلماتها الأولى تتلعثم الفتاة البالغة من العمر عشر سنوات إلا أنها تنطق مجددا بعد معاناة طويلة لم تكن روعة قادرة على تجاوز مشكلتها مع تأخر النطق لو لا مساعدة هذا المركز المتخصص بالصم والبكم والتي حالت سابقا دون قدرتها على التأقلم مع أصدقائها في الحي أنا والد الطفل روعة بنت سجنة بمدرسة وكانت عاني من شغلات اقترابات كثيرة منها حالة اجتماعية مع الطلاب أو مع الأساس ما تفهمش عليهم بالحارة عندنا يعني عندها عزلة عدم النطق تباحة صفة عندها عزلة وإحنا هون جاريها بالبيت يعني ما يجعل هواها ما استفدنا إشي إلا أنه سمعنا مركز صحي لتعليم النطق وسجلت فيه ومن مدة شهر وجاي صار في عنده تحسن وصارت يعني جارينا بالبيت يعني يطلب منها غير الجيد بدنا حتي معها شلمة ترد علينا تفهم معنا كلمة يحنصر نفهم عليها الحمد لله احنا لاحظنا أنه في تحسن عندها بالحارة وبالبيت ونتمنى أنه ترجع تحتي بشكل نهائي كلام كامل روعة ليست لوحدها هنا حيث يقدم مركز التأهيل الخاص بإعاقات النطق والسمع في درعى جنوبي سوريا خدماته لأكثر من 60 طفلا وفتى وذلك من خلال إعطائهم دروسا في التعامل بالإشارة إضافة للشروح النصية وغيرها من الوسائل التعليمية والترفيهية التي من شأنها أن تقدم لهم الدعم النفسي والتربوي الحمد لله رغم التعب اللي بذنناه والجهد مع الأطفال دي والإحتياجات الخاصة احنا نشعر بالسعادة لأنه قدمنا الشي ما راح يكون هباء منثورة للأطفال الشي استفادوا منه الشي راح يستفيدوا منه مستقبلا الحمد لله يساعدهم على الاندماج مع أقرانهم مع عائلتهم ما يحس هالطفل أنه منبوذ يوم من الأيام أو انطوايا عن هالمجتمع كما يطمح القائمون على هذا المركز إلى توسيع نشاطات عملهم في مناطق أخرى ليتمكنوا من تقديم الخدمات لأكبر عدد من هذه الفئة التي حرمتها الحرب الدائرة في سوريا من الدعم والمساعدة لتتغلب على الصعوبات في المجتمع برا عمر لأخبار الآن ريفو درعا والآن إلى جولة الصحفة نبدأ جولتنا من صحيفة الاتحاد الإماراتي التي عنونت رئيس الفرنسي يرد على مراهقة بقصيدة شعرية أرسلت مراهقة بريطانية خلال زيارتها لفرنسا قصيدة عن برج إيفل للرئاسة الفرنسية فرد عليها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بمناسبة عيد ميلادها الثالث عشر بقصيدة ألفها شخصيا نشرتها السفارة الفرنسية في لندن على حسابها في تويتر صحيفة الأيام البحرينية عنونت العثور على ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار في صناديق خضار بالبرازيل ضبطت الشرطة البرازيلية مبلغا نقديا بقيمة توازي ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار مخبأ في صناديق للخضار محملة على شاحنة خلال دورية تفتيش روتينية في جنوب البلال ووفق البيان الصادر عن الشرطة المرورية الفدرالية تعد المضبوطات أكبر مبلغ نقدي تضبطه هذه الهيئة إلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنوانت لسون يرتكب عمليات سطو بسلاح الشوكولاتة ألقت الشرطة الروسية القبض على رجل تمكن من سرقة أربعة مخازن بينما كان مسلحا فقط بلوحي شوكولاتة وبحسب الشرطة فإن الجاني استخدم لوحة شوكولاتة ملفوفا في كيس من البلاستيك لكي يبدو في هيئة مسدس من أجل تخويف ضحايا وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت شبكات التواصل الاجتماعي مصدر رئيسي للضغط النفسي حذر طبيب نفسي من أن الارتباط الشديد بشبكات التواصل الاجتماعي بين الشباب هو المصدر الرئيسي لمعاناتهم من الضغوط النفسية والتي لا يستطيعون التخلص منها وأشار الطبيب الفرنسي إلى ضرورة أن يكون الشاب أكثر ذكاء عند تلقيه المعلومة من شبكة التواصل الاجتماعي أهلا بكم من جديد حسن عبارة فنان تشكيلي وخطاط سوري لاجئ في ألمانيا مع عائلته تخطى هذا الشاب صعوبات الحياة واختلاف الثقافة وبدأ بإقامة العديد من المعارض الفنية للوحات قام برسمها ولاقت لوحاته رواجا كبيرا بين الجمهور الألماني تفاصيل مع يمان شوف في مدينة يوسنبروك يعيش حسن مع عائلته بعد أن قدم من سوريا هذا الشاب الذي بدأ هواية الرسم أقام العديد من المعارض في إحدى المعارض حضر الرئيس الألماني فقدم له لوحة من رسمه هذا الشاب الذي بات لديه الكثير من الجمهور الألماني في هذه المدينة يأمل بإقامة معارض أخرى ومتابعة هوايته في الرسم في شوارع المدينة تنقلنا رفقة حسن تزدحم المدينة حتى في أيام العطل هذه إحدى الحدائق القريبة حيث يقضي حسن وقتا بين أحضان الطبيعة يمضي الوقت هنا سريعا قبل العودة إلى المنزل وما إن يصل حتى يبدأ أطفاله باستقباله يأخذ قسطا من الراحة ثم يبدأ بترتيب لوحاته يقول حسن إنه وجد في الرسم فرصة هامة لمساعدته في الاندماج جينا نحن لهون على ألمانيا كانت مرحلة كتير صعبة وجديدة بدنا نبلش فيها بدنا نفتح صفحة من الصفر أو فيك تسمية من تحت الصفر لغة جديدة مجتمع جديد حتى ثقافة جديدة وهذا تحدي كتير كبير وأهم شي العقلية العقلية الألمانية يعني عقلية مختلفة عن باقي الشعوب يعني نحن قد نشوفهم طلعوا من حرب كانت الأرض ممسوحة كلياتها وقدروا إنه خمسين سنة يبنوها كلياتها يعني هون عندنا فرصة كتير مهمة مشان نتعلم نحن هالعقلية اللي بتقدر إنه تصنع من اللاشيء شيء يقيم هذا الشاب مع عائلته في ألمانيا وصلها قبل ثلاث سنوات نجح خلالها في تعلم اللغة الألمانية والحصول على رخصة القيادة درس الحقوق في جامعة دمشق لكنه لم ينهي دراسته تخرج من كلية الفنون الجميلة فرع الاتصالات البصرية درس الفنون التشكيلية وكذلك الخط العربي أقام حسن عدة معارض للوحات فنية أبرزها معرضا في مدينة فيرل ومعرضا في هامبورغ ومعرضا في فيسمور وآخرة معارضه كانت في أولدنبورغ بدأت أعمل كونتاكت قدر إن كان مع الشعب الألماني كان فيهم الرائعين يلي بيدفعوا الإنسان فيهم المحبطين في ناس قالوا لي أنه أنت بدك أربع سنين أو خمسة سنين لتعمل معرض كون أنه في كتير على الساحة الألمانية مشاهير وكذا هذا الشيء عمل لي عمل لي دافع كتير كبير أنه قدم اللي عندي خاصة أنه أنا جاي بمتاز بثقافة معينة جايبها معي أضف إلى ذلك المعاناية اللي شفناها واللي نحن حاسينها وهذا الشيء كان عم يعمل علي ضغط كتير كبير كنت حابب طلع باللوحات تبعي أنا بآمن بفكرة هي أنه وقت بدك تشوف حضارة معينة أو حقبة زمنية معينة لشعب معين فأنت لازم تشوف فنانينة شو أعمل بدل هذا الشاب جهودا كبيرة بدءا من تعلم اللغة الألمانية بشكل فردي حتى تطوير موهبته في الرسم كل ذلك ساعده في الاندماج بشكل أسرع طور موهبته بالرسم حيث لاق اهتماما وترحيبا كبيرا على أعماله الفنية وبات لديه العديد من المعارض والمشاركات الفنية في ألمانيا وهولندا هواية ركوب الخيل عند بعض الفتيات السعوديات عشق لا ينتهي فمن المتعرف عليه وصف الخيل بالخيلاء اختيالا بفارسها فماذا لو كان فارسها امرأة طموح هؤلاء الفتيات هو أن يصبحنا فارسات مهيرات والمشاركة في بطولات الخيل العربية إلى هذا الاستبل دعتنا إحدى عاشقات ركوب الخيل الكابتن مهر السديري التي أحبت الفروسية منذ نشأتها فبدأت تنمي هوايتها والتحقت بنادي للفروسية وتتدربت تدريجيا حتى تمكنت من ركوب الخيل والقفز وأصبحت فارسة تدرب الشابات الراغبات في تعلم هذه الرياضة في مراحب يمر فيها مثلا متدربة عشان تتعلم كيف تركب الخيل وتتدرب على الخيل كيف تركب الخيل والشلون؟ الركوب ثلاث مراحل بشكل عام أول مرحلة هي مسار اللي هو مشي عادي مشي على ظهر الحصان عادي ثانية مرحلة تسمى تروت طبعاً في بره البدوزي كذلك يسموها خبب فنحن تقلبي نسميها تروت تروت اللي هي الهرولة هرولة الحصان الهرولة هذه نحن لازم ضروري نسوي مع الحصان أبداون نوقف ونجلس على ظهر الحصان ما نخلي الحصان يخبطنا عشان ما تجينا لا إصابة في الحوض ولا في العمود الفقري حركة الأبداون هذه هتبن معانا عضلة في الظهر وفي الرجل هتساعدنا على الركوب وحتحرق سارات حرارية مرة كثيرة ثالث مرحلة واللي هي المرحلة الأخيرة الكانتر الكانتر اللي هي الجري الجري طبعاً ما نعمل مع الحصان أي حاجة غير أن نجلس على ظهره نجلس على ظهره ونتحكم بخطوة الحصان نتحكم باتجاه الحصان في هذا المكان هناك عدد لا يحصى من الفتيات يحلمن بامتطاء صهوة حصان ما والعدو به في المضمار الخيل هي في حد ذاتها متعة بنسى نفسي بنسى الناس بنسى كل شيء هنا هنا مع الخيل بحب كثير الخيل وكثير بحس البرتاح أنا لما بكون بقربة ولما بكون عم قدر أتفهمه يبدو هنا المكان جميلاً ولطيفاً نوعاً ما أمر يثير الاندهاش بالفعل فلكل فارسة هنا جواد مفضل تألفه حتى تنشأ بينهما علاقة مودة وطيدة وكان مدهان هو الفرس الصديق الأليف لمهرة تهتم بكل ما يتعلق به من نظافته وعلاجه وهو الحضن الدافئ وملاذها حين تضيق بها الحياة نعرف من يد الحصان من هنا نعرف إذا هو سليم أو لا إذا كان عنده أي شيء في الوتر ما رح يكفز معانا الحصان لم أصدق ذلك إذا أن رأيت بنفسي من بعض التصرفاتهما معاً فما إن اقتربت مهرة منه حتى وضع رأسه على كتفها أما أنا فحدقت البصر فلم يسبق لي الاقتراب من الخيول ولو على بعد أمتار مجرد أنك تدخل عالم الفروسية عالم الخير ما تقدر تطلع منه سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام وصم بأن الفرس العربية دائماً تدعى لصاحبها يا رب حببه فيني أكثر من ماله وولده حيوان أليف يعلم الحب والصبر ويرتقي بمشاعر من يتعامل معه ويجعله أكثر تحكماً بها هذه الحقيقة لمستها خلال ساعتين فقط جلست فيهما داخل نادي الفروسية تحدثت فيها إلى فارسات من مختلف الأعمار يمارسن رياضة ركوب الخيل وكان الإجماع أن الخيل يحتاج لعاطفة تملأ قلب الفارس كي تبنى بينهما علاقة صداقة حميمة دحيني ينوفي يقولون أن الخيل تعرف الخيال حقه سواء من صوته أو من ريحة عطره أو حتى من حركة رجوله هل هذا صحيح؟ وكيف؟ أيه طبعاً النسبة لي يومياً بتشوف الخيل بتأكله بتتكلم معه بيسمعك خلاص يعرفك يومياً أنه أنت بتروشه بتسلم عليه خلاص بيحفظه يعني حين لو حطت عطرك حيعرفني أو حيعرفني؟ لا طبعاً برضو أنا غير يعني على قولة المثل يقولك الخيل من خيال فما بالك لو كان الخيال مهرة شكراً لك أهلاً يسلم لم تعد هواية ركوب الخيل حكراً على رجال فقط دون النساء فهؤلاء فارسات السعوديات سواء مدربات أو متدربات لسنا مجرد هويات بل طموحهن احتراف الفلوسية والمشاركة في المحافل الدولية يعني مصباح لأخبار الآن جدة تمكن علماء بريطانيون من تحديد مادة كيميائية في منطقة الذاكرة تسمح لنا بالسيطرة على الأفكار غير المرغوب فيها تفاصيل أكثر حول الموضوع في تقرير زميلة حنان ظاهر هل سبق أن دربت بشدة في التخلص من ذكرياتك المؤلمة دون جدوى؟ الأفكار الدخيلة كانت موضوع دراسة بريطانية توصلت لاكتشاف السر فقد حدد العلماء مادة كيميائية في منطقة الذاكرة تسمح لنا بالسيطرة على الأفكار غير المرغوب فيها وقد يساعد هذا الاكتشاف في تفسير سبب عدم تمكن بعض الأشخاص من صرف تركيزهم عن بعض الأفكار الدخيلة الملحة وهي أعراض شائعة لدى من يعانون من القلق المراضي والطراب مع بعض الصدمة والاكتئاب والفصام الدراسة أعدها علماء من جامعة كامبرج البريطانية على مشاركين طلب منهم أن يربطوا سلسلة من الكلمات غير ذات الصلة ببعضها في الأصل على شكل ثنائيات على سبيل المثال كلمتا تحلب وشمال بعد ذلك وضعت أمامهم إشارتان إحداهما حمراء والأخرى خضراء وطلب منهم تذكر الكلمات المرتبطة لدى رؤية الإشارة الخضراء فقط وعدم محاولة التذكر في حال رؤيتهم للإشارة الحمراء ومن ثم جلت مراقبة أدميرتهم باستخدام كل من تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي والذي يكشف عن التغيرات في تدفق الدم وتقنية أخرى تقيس التغيرات الكيميائية في الدماغ وقد وجد الباحثون أن مادة كيميائية معينة وهي ناقل عصبي معروفة باسم جابا تشكل مفتاح الحل وخلصت التجربة إلى أن الأشخاص الذين لديهم على تركيز من مادة جابا في منطقة الذاكرة في الدماغ لديهم القدرة الأكبر على كبح الأفكار أو الذكريات غير المرغوب فيها ويعتقد الباحثون أنه إذا تمكن العلماء من تحسين نشاط مادة جابا في منطقة الذاكرة فإن ذلك قد يساعد الأشخاص على السيطرة على الأفكار غير المرغوب فيها ذكرت دراسة حديثة أن ثلاثة أكواب من القهوة يوميا تساعد الأشخاص المصابين بأمراض الكيلة المزمنة على العيش لفترة أطول ووصفت القهوة وقايا من أمراض الكيلة التي توصف بأنها القاتل الصامت إذ أن الوعي عنها منخفض لدى المرضى ويمكن أن يؤدي ترسب الدهون إلى الفشل الكلوي ووجدت الدراسة أن كوبين على الأقل من القهوة يسهمون في البقاء أطول على قيد الحياة بنسبة تتراوح بين 12% إلى 22% مقارنة مع من لم يشربها أطلقت شركة فيسبوك ميزة جديدة توفر لمستخدمي شبكتها الاجتماعية إجراء استطلاعات رأي تدعم الصور المتحركة GIF وذلك في محاولة لإضافة نوع من المرح إلى الوظيفة وبالتالي زيادة التفاعل بين المستخدمين وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بنشر أسئلة قابلة للتصويت كتحديث حالة جديدة على كل من الويب وتطبيق فيسبوك على نظامي أندرويد وآيو اس قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين أوامر ملكية سعودية بإعفاء وزير الحرس الثوري وتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد مركز للصم والبكم في سوريا يعيد الأمل لعشرات الأطفال وفي ألمانيا استعرضنا قصة فنان سوري أبهر الجمهور بلوحاته التشكيلية وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته نلقاكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزن الأخبار إلى اللقاء شكرا على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سابسكرايب إن تم الإعجاب بذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك